يقيمون صلاة العيد في هذا المكان المدمر بالكامل هذا الظروف التي تمر على إخواننا في قطاع غزة في ظل عيد الأضحى تفضل الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم أولا تشوفوا في المشاهد في غزة باللهي لما تقولوا لي راهوا ثم حرب واحد داخل في حرب مع إسرائيل هذيك هو الحرب شفتوا الدمار والقتل بالمئات يوميا ووصلنا إلى 40 و50 ألف هذيك شمعناها الناس داخلها في الحرب أما واحد يرمي على كل ما يرمي كاتيوشة على الآخر من هنا الغادي والحوثي مع بلقات ويرمي من هنا هذيك كريمة تسميش حرب هذيك تتسمى لعبة لعبة شترنج لعبة بين كل واحد يفيد للاخر لكن خلينا نرجع لموضوع إسرائيل موضوع إسرائيل رأوا ثم حاجة اسمها خسارة استراتيجية اللي خسرته إسرائيل مش ثمانية جنود ومش الميتين للأسرة لا إسرائيل خسارتها هي انهاءها ما عادش ثم لا تقاس خسارة إسرائيل بالخسارة التقليدية بالأرقام هذه شنو خسرت إسرائيل أولا إسرائيل هي ملأ عليش قائمة هي قائمة على الدعم الغربي لإسرائيل الآن الشعوب الغربية وخاصة منهم الشباب ضد وجود دولة إسرائيل من الأصل الشباب يقولوا ذلك في أمريكا الشباب في بريطانيا في فرانسا في كل مكان حتى بلدان اللي تقليديا بعيدة على الموضوع وما تفكرش في الأشياء هذه الآن وقفة وقوف كبير الآن تعرات إسرائيل إسرائيل كانت تقدم نفسها على أنها الدولة المتحضرة الديمقراطية الحرة اللي مش عارفاش مش عارفاش في المنطق الآن كشفت على وجه قبيح الآن كان موضوع إسرائيل يتناول بين الصحفيين والأكاديميين والسياسيين الآن رأوا لعبة الكورة الفنانين الرقاصين اللي تسميهم وتسميهم وكلهم مهتمين بقضية فلسطين خسارتها رأي مدوية الأمر الثاني الخسارة الثانية أنه قلت لكم أنا المرلوخ راح حوالي خمسمائة ألف لكن رجعت الأعداد ثمانيمائة ألف غادروا ثمانيمائة ألف غادروا مغادرة نهائية واللي عايشين البره مش ناوي يرجع يعني وقع وقع كما تقول خسروا معادش عندهم ثقة في المشروع الصهيوني المشروع الصهيوني بدا يتعرى بدا ينتهي يلفظوا أنفاسها هذا ما يعنيش أنه غضوة بعد غضوة مش تزول دولة إسرائيل لكن الآن العوامل الكبرى متاع بقاءها مش جيشها القويرة مش الأشياء لأنه لأنه البريطانيين والفرنسيس والأمريكان جابوا الجيش حطوه غدا ثم مشكلة يدخلوا يعني يعني لو يشوفوا لو يشوفوا أنه إسرائيل جيش إسرائيلي يسينها زم بش يدخلوا يدخلوا على طول ويحاربوا حطوا جنودهم وقواتهم وسلاحهم ودباباتهم ويبقى جهار في النار ما عادش ما عادش الكونغرس يمرر ميزانية ويعطيهم مساعدة وكذا لا 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 ما عادش هذا يابتوا برجليهم ويديهم يعني المشكلة هذه مش هذه المشكلة الحقيقية أنه هالمجتمع الإسرائيلي هذا بدأ يفقد الثقة في مشروع الدولة وبدأت الناس تغادر الطلبات على الجوازات الأجنبية المشروع الإسرائيلي الصهيوني يحتضر وعنده مشكلة وجودية إذا تحب أنت أرض إسرائيل أرض إسرائيل هي الضفة الغربية والسيناء هذه غزة وتل أبيب والجليل والبقايا هذه ما عندها حتى قيم هذه أراضي ما كانتش بقبضة اليهود قبل حسب الاعتقاد متاحهم طبعا مش مشكلة ميانا الاعتقادهم من السيناء السيناء خرجوا منها وسلموا طب كيفاش أرض مقدسة وتسلمها وتخرج منها والضفة الغربية اللي الكورة الأرضية كل مش معطرفها لهم به يعني حتى وحتى مريكا الاتحاد الأوروبي لأمم المتحدة كلها تعتبر الضفة الغربية اللي هما يسموها يهودة والسامرة الكلها تعتبرها أراضي محتلة ولازمها ترجع للفلسطينيين هذه المشكلة الكبيرة اللي عندهم كيفاش تقنع الناس انت كيفاش الآن البعد الأخلاقي يخسروه الآن الصور والمقاطع الفيديو المنتشرة متاحهم والعبث متاحهم وهالتكبر والعنجهية وهالجبروت اللي وروا فيه اللي هان تقلب انقلب السحر وعلى السحر فهذا بالنسبة لناتانياهو نتانياهو كما قلت كنت تذكروا من أكتوبر من أكتوبر قلت لكم راهو نتانياهو تكمل الحرب يدخل الحبس وهو يعرف ذلك يعرف روحه بش ينتهي نهاية سيئة فهو مدى به يدخل الحرب كما يريد هو اقترح على الإدارة الأمريكية أنه يدخل في حرب في لبنان يعني حتى يبعد الأنظار على الفشل في غزة يقول كبير خلينا نحقق النصر في لبنان لأنه هو في شل في غزة لكن في لبنان يعرف روحه ينجح لأنه الروافض رأهم أجبن خلق ربي في الحروب يهربوا حزب الله عام 2006 ليسموه النصر الكبير هرب هربوا من هربوا من جنوب لبنان وكانت المشكلة أنه خذت للجيش الإسرائيلي 32 يوم باشي سيطر بينما غزة قداش الآن 300 يوم 8 شهور ولا 9 شهور الآن قتال من زنجة لزنجة كما قال المرحوم ومع ذلك ما زال يخسر هؤلاء اليوم خسرين قتلا يعني أننا فيها قوما جبارين هذا هو المقاتل الفلسطيني شفناهم نحن في في سوريا معنا الدواعش معناها مجموعة منحرفة ولكن شفناها كيفاش عامل ما نجموش يتغلبوا عليهم في سوريا لما جابوا لهم روسيا جابوا الدب الروسي بالكامل باش تغلبوا عليهم وفي وفي العراق جابوا لهم الامريكان والانجليز والاستراليين جابوا 60 دولة 60 دولة تقصف من الجو الموصل الموصل الله الدمار اللي صار في الموصل لا يبتعد على الدمار اللي صار اللي تشوفوا فيه في غزة اليوم بل ربما أكثر لأن الموصل أكبر بكثير من غزة فهذا الوقع المشروع الصهيوني الآن في أيامه الأخيرة أخي الكريم